موسيقى الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب شرح لصدري ويسر لأمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله طبتم وطاب مجلسكم وتبوأتم من الجنة مقعدا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في جوار رجل مشرك والله تعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ألا ترون معي أيها الإخوة الأحباب أنه كان تناقص بين أمر الله وسلوك النبي صلى الله عليه وسلم أبدا لا يوجد ثمة تناقص الله تعالى حين أمر نهى نبيه عن الركون للظالمين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا معناها لا تسكتوا عن دعوة الحق لا تهادنوا الظلم لا تزكوا الظلم لا تزكوا الشرك لا تلجأوا إلى هؤلاء المشركين من باب المحبة والنصرة لا تتخذوهم أولياء من دون الله أما النبي صلى الله عليه وسلم وجدر عرف كان موجود في الجاهلية قانون كان موجود في الجاهلية هذا العرف استدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وظف هذا العرف وظف هذا التقاليد الموجودة اللي هي الجوار لم يطلب المطعم بن عدي من النبي صلى الله عليه وسلم أي تنازلين عن الدين لم يشترط عليه أي شرط أريد أن أدخل في جوارك مرحبا أدخل في جواري فأنت في الحماية ما هو المقابل؟ لا مقابل المطعم فعل ذلك مرؤة كما فعل أبو طالب قبل ذلك مرؤة حمية لابن أخيه رغم أنه على الشرك كما فعل عثمان بن طلحة كما سنرى في الهجرة يعني موقف عجيب مع أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها في هجرتها لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم السكوت عن دعوته لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم التنازل عن دعوته لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الاعتراف لهؤلاء المشركين بشرعيتهم أبدا عرف استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى الأمر أيها الإخوة الأحباب النبي عليه الصلاة والسلام مما أثر عنه ومن أهم أوصافه أنه كان يرد الجميلة جميلين كان إذا صنع أحد إليه معروفا كافأه وربما هذه المكافأة تدهش كما فعل مع الصفوان بن أمية في فتح مكة في غزوة حنين المطعم بن عدي هذا صنع للنبي صلى الله عليه وسلم معروفا في تمزيق الصحيفة وفي الجوار هنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعد في غزوة بدر سبعين أسير من أسر المشركين قال لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنا لسلمتهم إليه بدون مقابل معنى سبعين أسير لو كان المطعم بن عدي لرددت له جميله بأن أعطيه هؤلاء الأسرى دون مقابل دون فدية فرد الجميل يكون في المسائل الآلية إن صح التعبير رد الجميل لا يكون في المبادئ ما هوش الرد لك الجميل أسكت عن الباطل الذي أنت عليه ما هوش من باب رد الجميل أعترف لك بشرعيتك وأنت ظالم وأنت فاقد للشرعية ما هوش من باب رد الجميل أن أقول لقريش آلهتكم بخير والله آلهتكم يمكن النقاش حولها لا ما فعل رسول الله ذلك إطلاقا أبدا حتى في غزوة أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم دير اتفاق مع اليهود كما سنرى بإذن الله في الدروس المقبلة أنه إذا وقع هجوم على المدينة اليهود لازم يشاركه في القتال فكان قبيلة من قبائل اليهود في غزوة أحد كان من البنود أن تشارك لكنها نقضت ورفضت المشاركة كان واحد من هذه القبيلة يهودي يسمى مخيريق قالهم أما أنا قال للقوم التعاه أما أنا فإني أوفي لمحمد بعهده ثم إذا بغيت تنقضوا العهد أنا ليس من أخلاقي أن أنقض العهد يعني في قبيلة كاملة واحد يهودي فجاء إلى هذه الغزوة وشارك في القتال وقتل ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهم مش مخيريق يدخل الجنة هذا جاء على يهوديته لكنه رجل صاحب شهامة صاحب وفاء بالعهد كان دا ارتفاق مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليوفي بعهده النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهم مش هذا من أهل الجنة قال كلمة فيها اعتراف بهذا الموقف قال عليه الصلاة والسلام مخيريق خير يهود أعطاه الوصف الذي يستحقه ما قال شو من أهل الجنة ولا رجل صالح قال مخيريق خير يهود يعني هو أحسن هذه القبيلة لأنه أوفى بما عهد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الإخوة الأحباب النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام دخل في جوار المطعم بن عدي لا ليستسلم بل ليواصل دعوته وليواصل محاولاته للخروج من هذا الضيق والحصار الذي ضربته قريش على دعوة الله عز وجل فجاء موسم القبائل التي تفد على مكة يجو للحج يجو للتجارة يجو فاستغل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموسم ليعرض دعوته على هذه القبائل لعل قبيلة ترى وتوافق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتمنعه وتسانده ليبلغ رسالة ربه فعلا عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه في هذا العام في ذي القعدة من هذا العام على قبيلة بني حنيفة وقبيلة بني عامر بن صعصعة وقبيلة بني شيبان طبعا زيادة على القبائل كان يعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعرض دعوته على الأفراد لكن هذا المرة النبي صلى الله عليه وسلم فالمرات السابقة كان رسول الله يعرض رسالة الإسلام على هذه القبائل يدعوهم فقط إلى التوحيد إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى اعتناق الإسلام أما هذه المرة أضاف إلى دعوة الناس إلى الإسلام أضاف دعوتهم إلى النصرة دعوتهم إلى الحماية إلى المنعة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وفد على قبيلة طبعا يسأل مجموعة من الأسئلة سنراها بعد حين إن شاء الله ثم يقول لهم إن قريشا قد منعتني أن أبلغ رسالة ربي فمن رجل يحملني إلى قومه فيمنعني كي نقول يمنعني معنى هي يحميني مش يمنعني معنى هي يرفض لا يحميني لأبلغ رسالة الله عز وجل لاحظوا معايا الطرح أنت عن نبي صلى الله عليه وسلم أثناء العرض على القبائل كان طرح واضح أنا رسول الله أرسلني الله تبارك وتعالى برسالة وأمرني أن أبلغ قريش منعتني قريش ظاهرت علي حاربتني فمن منكم يا أيها القبائل من رجل يحملني إلى قومه فيمنعني معناها يحميني لأبلغ رسالة الله تبارك وتعالى ما فيهاش غبش فيها من أكون أنا لاحظوا معايا شكون أنا أنا رسول الله قريش منعتني شكون الذي يحميني لأواصل وأبلغ رسالة الله عز وجل ما فيها لا عرض لا مساومات فيها عنوان واضح متركب من ثلاث قضايا قضية الأولى أنني عبد الله ورسوله أرسلني برسالته وأمرني أن أبلغ القضية الثانية قريش منعتني القضية الثالثة أو الطلب وش من قبيلة يمكن أن تحملني وأن تؤويني وأن تساعدني لأبلغ رسالة الله تبارك وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام أخ كان يأخذ معه في هذه الرحلة رحلة العرض على القبائل يأخذ معه أبا بكر وعلي رضي الله عنهما وأرضاهما أبو بكر الخاصي انتعه أولا هو كان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحبه الأول ثانيا كان عالما بأنساب العرب كان نسابة العرب نسابة قريش فأي قبيلة يوصل عندها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبو بكر أعطيني المعلومات عن هذه القبيلة بين قوسين أعطيني عرض حال على هذه القبيلة فيعطيه أبو بكر عرض حال هذه القبيلة هكفها هكفها هسادتها شكلهم أشرافها فيعرض النبي ويخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام ثم يطلب منهم الحماية والنصرة جاء رسول الله إلى قبيلة بني حنيفة بني حنيفة هؤلاء لهم قوم مسيرم الكذاب فكانت أقبح قبيلة رد يعني رد النبي صلى الله عليه وسلم وحده رد قبيح حتى كادوا يسقطونه من على دابته ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة بني عامر بن صعصعة بني عامر بن صعصعة هذا كان من القبائل الكبرى في جزيرة العرب بني عامر بن صعصعة قبيلة غطفان قبيلة بني حنيفة هذه كانت من القبائل الكبرى في الجزيرة العربية النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى هذه القبائل نهارا فتبعه عمه أبو لهب ليفسد عليه خطته يقولهم لا تسمعوا له إنه كذاب وأنا عمه وأعلم الناس به فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليهم ليلة لأنه أبو لهب إبات سكران ويغط في نومه فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذاك سيل امتع الماء كيف قسل حجرة في الوسط لا يتوقف وإنما يلتف ذات اليمين وذات الشمال ويواصل طريقه ويترك الصخرة وراءه تجر أو تعظ أنامل الخيبة والندمة إلى عامر إلى بني عامر بن صعصعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا يصل مضاربهم ويطرح عليهم قضيته ماذا يكون ردهم إلى لقاء مقبل بإذن الله أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة